السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب وقبل ما نبدأ درس الاي سي تي انا عاوز اقول لكم ان كورس البرمجة بتاعي نسا عاملينه اطلاق من يومين بالزبط وفي خلال يومين وصل لالف مشترك الكورس ما شاء الله دلوقتي بقى في افضل الكورسات او اشهر الكورسات العربية في الوطن العربي في تعليم البرمجة في خلال يومين فقط من اطلاقه انا هسيب لكم اللينك بتاع الاشتراك في الكورس تحت بخصم وبرضه هسيب في اخر فيديو الاعلان الترويجي للكورس عشان تشوفوا بالزبط ايه اللي احنا نتعلموا فيه الكورس يلا بينا نخش على الدرس بتاع اي سي تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب في درس جديد الدرس الثاني من سين تو في جريد فايف اي سي تي الدرس ده بتكلم عن protecting ourselves and our information يعني ازاي نحمي نفسنا ونحمي المعلومات بتاعتنا على الانترنت او لما نكون online وانا محتاج احمل معلومات بتاعتي في الحقيقة اه ليه لان بيتم استخدامها بطريقة خاطئة او بيتم استغلالها في ان الشخص ياخد مني فلوس او ياخد مني افادة وانا مش عاوز ادها له ازاي الكلام ده هنشوف هنشوف في قلال الدرس اول حاجة personal information ايه هي personal information او المعلومات الشخصية personal information ليها اختصار PII يعني ايه يعني personally identifiable information احفظوا PII دي اجا ممكن تجيلكم في اي سؤال طيب personal information زي النام الادرس ال password date of birth معلوماتك الشخصية اسمك اه اه عنوانك اه رقم تليفونك الباسورد بتاعك التاريخ ميلادك وغيره دي كلها معلومات شخصية طيب المعلومات الشخصية اللي مهم ان ما حدش عرفها غيرك ايو مهم ليه هنشوف دلوقتي واحدة واحدة اول حاجة what are the risks that we may be exposed to from computer hackers طيب ايه المشاكل او يعني الخطوع اللي ممكن توجيهني قدام ال hackers يعني ايه مشكلة ال hackers هنعملوا معي اي يعني انا مش فاهم تعالوا هنشوف ممكن عندنا تلات حاجات ممكن هما يسرقوا المعلومات الشخصية بتاعتني او يسرقوا ال bank account number الرقم بتاع البنك بتاعي فهم هيبقى معهم الرقم بتاع البنك او رقم الكونت بتاعي بتاع البنك وكمان معلومات الشخصية كده ممكن ينتحلوا شخصيتي ويكلموا البنك على انهم انا وياخدوا فلوسي ويحولوها الفلوسهم هما او الحسابهم هما فهمين قصدي فدي ممكن تحصل لو هما حصلوا على معلومات الشخصية وعلى البنك account number بتاعي وغيره طيب ممكن يعملوا حاجة كمان اه ممكن ممكن لو هما اخدوا الايميل والباسورد بتاعي في الحالة دي هيقوموا بعتين لكل اصدقائي يعني لينك كده مفخخ اللينك ده بيهكرهم هما كمان فهم اصدقائي بقى مفكرين ان انا شخص اه صاحبهم وبيسكوا فيا فهيفتحوا اللينك مش عارفين ان ده هكر لكن هو في الحقيقة هكر وهم هكر الايميل بتاعي وبعتلوهم عشان ساطر عارف ان هما هيسكوا فيا فيقوموا داخلين فيتهكروا هما كمان شايفين ممكن يوصل ليه فايزا المفقود ما حدش يارف عني معلومات الشخصية محدش عارف الباسورد بتاعي محدش عارف الايميل بتاعي البنك ان كونت نمبر بتاعي وغيره اي معلومات شخصية مفروض محدش عارفها طيب ايه تاني ممكن اه او ازاي احنا ممكن نحفظ المعلومات بتاعتنا او نحافظ عليها من السرقة او من انها اه يتم استغلالها بشكل خاطئ اول حاجة ان انا مش هنشرها في الانترنت مش هنشرها يعني انا هنشر ليه اه عنواني ولا تغيخ بميلاد بتاعي ولا الباسورد كفاية اسمي كفاية اسمي انشر على الفيسبوك او غيره لكن اي معلومات شخصية تانية ما انشرها اوش خالص طيب ايه تاني استخدم كلمات مرور قوية استخدم كلمات مرور قوية وما استخدمش كلمة مرور واحدة في كل المواقع لا غلط غلط لان لو تعرفت كده خلاص هيفتح كل الحسابات بتاعتك في كل المواقع ينفع لا احنا عاوزين ننهاجر حتى لو عارف باسورد معين ايبه هو عارف الباسورد بتاع الموقع الفلاني بس المواقع التانية الباسورد بتاعها مختلف فاذا انا استخدم كلمات مرور قوية واستخدم كلمات مرور مختلفة لكل موقع تمام ركزوا في الحتة دي طيب ايه تاني ان انا مشتركش في مواقع او تطبيقات يطلب مني بيانات شخصية كتير في بعض المواقع ما بتيجي تسجل فيها ويطلب منك الاسم او ممكن مسلا يطلب منك الاسم والبريد الالكتروني والباسور ماشي حلو لو هو عايز كده يعمل طيب لو طلب اكتر من كده بقى طلب تاريخ المراد عنوانك بالتفصيل آآ رقم الفيزة بتاعتك لا كده بفي حاجة في مشكلة اوعد تسجل في الموقع جزي ده لو حصل النجاية موقع بيطلب منك بيانات شخصية كتيرة كلم بقى والدك او والدتك الاول عشان تتأكد ان الموضوع ده سليم ما فيش مشكلة فيه او ما فيش هكرة بيحاول ان هو ياخد معلوماتي تمام طيب ايه تاني احدس النزام بتاعي الويندوز او احدس حتى الانتي فيروس اللي انا حطه يعني احط انتي فيروس ده الاول وبعد كده احدسه باستمرار تمام طيب عندي الفايلز بتاعتي ممكن يحصل لها او او يعني انا عندي صورة معينة ده فايل او او كتاب حطوا على الكمبيوتر بتاعي فالفايل ده باز باز ليه ايه اسباب اللي ممكن تخلي الفايل ده يبوز مني او البيانات دي تبوز في عندنا تلات اسباب مشهورين الفايروس ممكن يكون الفايروس هو اللي عمل فيه مشكلة ممكن الكمبيوتر بتاعي يكون باز حصل له كراش او فول خلص مش عارف اخش تاني على الفايل ايه فايل ايه ضاعمة مع الكمبيوتر طيب ممكن كمان السوفت وير برنامج معين هو اللي يبوزه بدون قصد يعني هو مش مش فيروس ولا حاجة لا هو برنامج مسلا بيعدل على الصور فالبرنامج ده عدل على صورة معينة بشكل خاطئ وانا نسيت ان انا اقول له ما تحفظش فحفظ ايه الصورة بالشكل او بالتعديل الخاطئ ده خلص انا ما بقاش عندي الصورة الصورة اصلية طيب كده في مشكلة انا كده بوزت الصورة الاصلية اللي عندي فاذا البيانات اللي عندي على الكمبيوتر ممكن يحصل فيها مشاكل طيب انا المفروض اعمل ايه عشان اتجنب حدوث المشاكل المفروض ان انا بعندي باكب يعني ايه باكب باكب يعني نسخة تانية من الملفات دي هتطف مكان تاني مكان امن طيب ايه المكان الامن ان انا ممكن احط في البيانات بتاعدي في اماكن كتير ممكن يعني افضل حاجة ان انا احطها مسلا في فلاش بيبوري هارد ديسك خارجي اي حاجة برا وفي حاجة كمان ممكن احفظهم على النتورك في حاجة اسمها كلاود ستورج يعني ايه كلاود ستورج ستورج يعني تخزين كلاود يعني سحابي تخزين سحابي معنا الكلمة دي ان انت بتخزن على الالترنت زي جوجل درايف دي ممكن تخزن عليها تحط بياناتك تحط صورك شان ترجع لها في اي وقت لو بوزت او حصل لها مشاكل تمام طيب يبقى احنا عندنا تلات حاجات زي ما قلناه او عندنا ان احنا نعمل باكب في اكتر من حاجة والفلاش ميموري والنتورك طيب حاجة تاني عاوزيني نعرفها الدرس ده لا احنا كده خلصنا الدرس ده شكرا لكم ارجونا كنا فاتكم واستنونا الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم واهلا بكم يا شباب في الكورس اللي هيغير نظرتكم للبرمجة وهيفرق معاكم بالفعل في حياتكم وهتطلعوا منه مبرمجين حقيقيين واقوياء كفاية انكم تعملوا اي لعبة تغطر في بالكم اي لعبة تشوفوها كده او تتخيلوها هتروحوا على جهاز الكمبيوتر وتبدأوا تعملوها انتو دلوقتي بتشوفوا بعض الالعاب اللي احنا هنعملها فلال الكورس فاركزوا في الفيديو اللي هو شغال قدامكم ده وانتو بتسمعوني في نفس الوقت احنا هنتعلم في الكورس ده البرمجة بطريقتين طريقة سهلة جدا وتنفع لكل الناس تنفع للمتدقيين تنفع للاطفال وهي والطريقة التانية يعني اصعب شوية ولكنها سهلة برضو وهي البيثون بروغرامنج لانجوش البيثون بروغرامنج لانجوش اللي هي لغة برمجة البيثون لغة البيثون بتبدينا العاب اقوى بكتير من البلوك بيزد وبيتعمل بها برامج احترافية زي الانستجرام احنا في خلال الكورس ده هناخد كل المبادئ البرمجية وهنطبق عليها بالطريقتين بالبيثون والبلوك بيزد هنعمل سبع العاب كمبيوتر كاملة السبع العاب بعضهم بالبيثون وبعضهم بالبلوك بيزد اي استفسار او مشكلة تقف معاكم فقط اكتبوها في الجروب وهتلقوني معاكم اسيبكم مع الكورس والسلام عليكم